اشتركوا في القناة هو عارف باكج بجيب الله لمصلحة في كل شيء يعني يصبح النبي هو الله والله هو النبي وهذا خطر جدا احبائي انه الله بيرضى وبيختم على كل شيء بيعمله النبي الكاذب وهي ظاهرة خطيرة جدا والمأساة الاكبر انه مش عاوزين نبحث مش عاوزين نصلي ولا عاوزين لانه الامر هذا برعبنا بخوفنا لانه النبوة الحقيقية مش مفروض الانسان يخاف مش مفروض يخاف فالناس بتمشي مع الهوى مع التيار وخلي طب ما هو انا افضل من غيري وبروحوا على جهنم للأسف وهني غير شعرين دايما خدها قاعدة خدها قاعدة اذا بتدرس اي شخصية فيها نبوة ضالة او نبوة كاذبة دايما بناقد الوصايا العشر مثلا الوصايا العشر بقول لا تقتل بتلاقيه بيقتل حتى يتمم رسالته ارساليته الوصايا العشر بتقول لا تزني فبتلاقيه بيزني مع النساء وبشرعها بكل انواع الطرق الله ما هو من مصلحتي تعال يا الله اختم لي باختم له على هذا الامر فيسرع طبعا في تلبية الرغبة رغبة هذا النبي لانه افتر اول لازم يشبع رغبة هو الله انت بتخدم انت بتشتغل لمصلحتي مكتوب بالوصايا العشر لا تسرق فبيستخدم الحروب والسبي والقتل والنهب والسرقة لانه هذا مشرع الله ختم له عليه طب هو النبوة لازم تكون ماشية مع الكتاب المقدس بتسلسل بتناغم بانسجام مع كلمة الله فاي نبي بناقض الكلمة اللي بين ايدينا فاذا هو ليس من عند الله ثم نبي الكذاب يعني وصايا الله بتقول لا تشتهي فلما بيشتهي نساء ولما بيشتهي خيل ولما بيشتهي سبايا ولما بيزني مع نساء مش لقلو مش ملكو ملك ناس تانية يعني اعراض الناس بتصير كأنه ملكي ملكو بسبب النبوة الله بيستغل عندي شرعلي فبيشتهي ممكن يشتهي اي بنت اي زوجة بيشتهيها لازم تيجي لعنده الله بيحكي معاه انه هذا من حقه النبوة الكذاب دائما عنده حقائق مغلوطة احبائي بيخلط الحقائق بالخرافات دائما عنده الطمع والطمع اللي بسميه الكتاب عبادة الاوثان حب المال ثم النبوة الكاذب احبائي مكتوب من يتكلم من نفسه يطلب مجد نفسه هذا كلام المسيح من يتكلم من نفسه يطلب مجد نفسه في يحنى سبعة والآية طمانطعش اشتركوا في القناة